وعايز سألك بقى فينك موجود يعني ما بحبش أظهر كتير يعني أنا دايما كلمتك أنا قبل كده كذا في المرة في الموضوع ده في عدم زمورة طول ممازاجي مشرائق دايما بختفي ليه مختفي قولي بص أخد بالك أنا دايما في حلقتي هنا بحب دايما أتكلم مع الناس أو أتكلم مع الضيف لأن في الأول آخر الناس بتحب تشوف لعيب الكورة برضو لأن طبيعي بنمر بأزمات ومواقف وكده بس اسم كابتنا أحمد حاسم دي رجبك ما شاء الله اسمك حل وانا قلت لك كذا مرة في تليفون عفتك بص يا كابت إبراهيم الوسط بتاعنا ما بيبصش للأسف ما بيبصش للإمكانيات ما بيبصش لقدرات سواء بقى تدريبية سواء فنية لا فيه مجاملات كتير وبص على جميع الأندية في مصر هتلاقي فيه مدربين ملعبات شكورة موجودة في أندية وأندية كبيرة كمان فطبعا أنا بطلب طلب من حضرتك من البرنامج بتاعك عايزة بارك طبعا نادي غز المحلة نادي غز المحلة ليه فضل كبير علي وهو اللي عمل أحمد حسن ببارك له طبعا وبارك لرئيس مجلس إدارة كابتن أحمد عيد عبد المالك طبعا كابتن أحمد عيد عمل شغل كويس في الفترة الأخيرة والمدري الكورة كابتن خالد كساب الجهاز الفني اللي هو اختار اللعبة دي على فكرة كابتن خالد عيد هو اللي جاب اللعبة دي في الأول الموسم فطبعا ببارك لهم وببارك لكل جمهور غز المحلة هو طبيعي بص طبعا مبروك لغز المحلة هو مكان نادي غز المحلة هو الدور الممتاز بص يا كابتن بساحة ما وعين عكورة وحتى قبل ما نتعرف وقبل ما نلعبها نادي غز المحلة موجود في الدور الممتاز اتقالت لي من بعض اللعبة وأنا في الفترة اللي أندميت فيها المنتخب مصري برضو كنت موجود في غز المحلة لعبة كبار طبعا قالوا لي من أكتر المطشاط اللي بتبقى صعبة بالنسبة لنا في لعبة في أهل وفي زمالك بتبقى مبارات غز المحلة يعني زيها زي الإسماعيلي زي المصري فالدور الممتاز من غير غز المحلة والاتحاد والمصري والأندية جمهورية دي بيبقى بصراحة مختلف يعني الأندية الشعبية بتعمل روح للدور كابتن حمد حسن هارجع برضو للحتة إيه سبب اختفائك يعني أنت ما شاء الله كنت في فترة مع الناد الأهلي وممكن كانت ظروف ضدك شوية مثلا في الناد الأهلي قابلت صعوبات أو موقف رحيلك من الأهلي مثلا هو اللي أثر على المشوار بتاعك شوية لأنه ما شاء الله أنت على فكرة في الفترة أنت كنت لعب فيها مع غز المحلة كنت من المواجمين التقال جدا من المواجمين الرخمين بص يا كابتن بص أنت مش تروح الأهلي لا يا الفترة دي كابتن إبراهيم لو تفي يعني أنت تكلمت في المقدمة بتاعتك أنا كنت طبعا بتابع برا اتكلمت في أن الجيل بتاعك كان جيل صعب وكان صعب أي حد يدخل سواء للنادي الأهلي أو نادي الزمالك من 2010، 2009، 2008، 2000 بص للعيبة اللي موجودة في الفترة دي مع الناديين وبص مع احترامي طبعا أنهم لعبة كويسة وكل حاجة لكن مش بالقوة بتاعتهم أنا جيت في فترة صعبة بصراحة يعني أنا شايف أن أنا جيت في فترة في النادي الأهلي ده شرف لي طبعا أن أنا أكون موجود في وسط يوم لعبة كبيرة لكن الفترة كانت صعبة وأنا برضو يعني كنت متعود أن أنا بلعب في المحلة وبنافس وبلعب بنافس على هداف دوري فالقاعدة وحشة يعني طول ما أنت أنت لعيب كورة طول ما أنت بعيدة عن المستطيل الأخضر ده بتبقى متدايق فيمكن أنا استعجلت برضو في قرار أن أنا أطلب من الإدارة أن أنا أمشي فدي أثرت فعلا هل أنت مكنتش محظوظ ولا أنت ماخدش الفرصة اللي اتنين يعني فيه أوقات كده ما كنتش محظوظ لأن برضو كان في النادي الأهلي كان فيه لعبة في خط الهجوم لعبة كبيرة جدا كان في لافيو ووسامة حسني كان برضو كان في عز مجدو كان أحمد بلال كان فيه برضو كنت أنا وهاني العجيزة لسا رايحين للنادي الأهلي لا كان فيه أنت قلت كلمة حلوة جدا وكلمت حتى برى الهوامي كده مع بعض وإحنا قاعدين أن أنت استعجلت في رحلك على النادي الأهلي استعجلت لأن أنا برضو يعني ممكن ما لقيتش حد ينصحني في الحتة دي شوية أنا برضو فكرت في يا كابتو إبراهيم أن أنا أخرج سنة أي نادي وبعد كده عايز أرجع ألعب فطبعا لما مشيت بقى من النادي الأهلي تبقى صعبة بنسبة صعبة جدا في الوقت ده وخصوصا في كم اللعبة اللي كانت موجودة في الوقت ده أن أنت تخرج وترجع فعلا صعبة والنادي الأهلي كمان يعني ما بيقفش على حد الأهلي أو ما فيش نادي فيهم بيقف على حد بتمشي بيجيب غيرك وبيجيب ممكن يجيب أفضل منك وزائد برضا كابتو إبراهيم مشا يعني اللعيبة اللي كانت موجودة كانت صعبة يعني بعكس دلوقت خلص يعني أنا أنا روحت النادي الأهلي بعد سنتين في غزل المحلة بنافس على هداف دور ومنضم كنت نضم المنتخب مصر وخدت كسل العرب مع المنتخب في 2007 البطولة كانت في إسماعيلية وبور سعيد وكنت في المحل النادي الأهلي ما كانش بيفوضني ولا كان النادي الزمالك في الفترة ده بيفوضني عدت سنتين بالزبط عبال ما بدأ النادي الأهلي يفوضني لو رجع بك الزمن تاني تمشي من النادي الأهلي؟ لا استحالة صعب لأن أنا أنا يعني مع الوقت فهمت الكلام ده إيه الاستفادة اللي انت استفادتها من النادي الأهلي؟ يعني ما تستعجلش، القرار ما تستعجلش لأنه هي لعب الكرة سنين معينة بتلعبها عدد سنين بتوصل لسن معين يعني بعد أنا كنت في نادي الأهلي 26 سنة فمشيت 27 سنة رجاء، لعبت 27 سنة مشيت أي نادي مش هيسبك بعد موسم على الأهلي خلاص هيسبك بعد موسمين هتفضل عندك 28 سنة فسنك بيدبر موسيقى موسيقى